الله معكم أحباه آخر تطورات الحرب الروسية وأوكرانيا حتى مساء 24 أكتوبر عم نحكي حتى لحد الساعة السابع مساء بتويت لبنان الأوضاع ما نسهل أبدا الأمور عم تتغير بطريقة مرعبة نتيجة الهجمات اللي كده عم تحصل بالفترة السابقة بعد ظهر اليوم شنت القوات الروسية مزيد من الهجمات باتجاه أفدييفكا واستطاعت التثبيت في التيريكون أي هذا المكاب النفايات في المنطقة هنا وأصبح هو والمنطقة المحيطة به تحت السيطرة الروسية لحد اللحظة إذا تغيرت السيطرة رح أعدل بالفيديو الذي سأنشره صباح غد إذن القوات الروسية حتى اللحظة السابع مساء بتوقيت لبنان ليوم 24 أكتوبر تسيطر القوات الروسية على جبل التيريكون وهذا في أفدييفكا المعارك مستمرة باتجاه كراسنوريفكا في محيط كراسنوريفكا تشهد البلدة هجمات ضخمة من قبل القوات الأوكرانية تسعى لدفع القوات الروسية إلى الخلف أكثر فأكثر ولكن القوات الروسية ركزت كامل اهتمامها ونصب كامل اهتمامها لتثبيت مواقع في هذا المكاب للضغط أكثر باتجاه المنطقة الصناعية في أفدييفكا في المنطقة هنا إذن صباحا كانت تحاول القوات الروسية الهجوم باتجاه ستيبوفي وباتجاه برديتشي تغيرت خريطة الهجمات قامت القوات الأوكرانية بهذه الهجمات المعاكسة بعد ظهر اليوم فيما القوات الروسية هاجمت وشنت مزيد من الهجمات لتقوم قوات من الجهة الخلفية بتثبيت مواقع لها على التيريكون المعارك مستمرة في جنوب أفدييفكا ضغط كبير من قوات الروسية على كامل انتشار القوات الأوكرانية في المنطقة هنا إضافة عند هذا المعسكر الأمر الإضافي الجديد هو أن القوات الروسية تستخدم الجيل الثالث من الطائرة المسيرة معروفة بجيران طبعا هذه طائرة أخف وأكثر سرعة إضافة لذلك لديها القدرة على التخفي أمام الدفاعات الجوية وبالتالي ستكون مشكلة جديدة هناك أمام القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام القوات الروسية لهذا النوع من الجيل الثالث من الطائرات المسيرة لطائرة جيران الأمر الآخر الذي أعد دشارة إليه أحبائي هو تذكيركم بإدخال القوات المسلحة الروسية صاروخ R37M الذي تحدثت عنه بالأمس القوات هذا الصاروخ قادر يتم تركيبه على طائرات ميج 31 وقادر على إسقاط الطائرات سواء حربية أو مروحية على بعد نحو 400 كيلومتر وبالتالي بدأت القوات الروسية استخدامهم منذ أيام وبدأ بإسقاط أهداف طائرة للكوات الأوكرانية عم تلاحظوا الروس عم يدخلوا أسلحة جديدة عم بيحاولوا يغيروا بمجريات المعركة عبر استخدام هذه الأسلحة التي كان يتم العمل عليها طوال منذ بداية الحرب استجابة للميدان وما يتطلبه الميدان إذن سننتظر ما الذي سيحصل أما المعارك ما زالت مستمرة باتجاه بيرفومايسكي حيث تشن القوات الروسية هجماتها من فوديان ومن بيسكي ولكن حتى اللحظة لم تتقدم القوات الروسية في جبهة جنوبي باخموت تسعى القوات الأوكرانية لمزيد من الهجمات باتجاه كورديويفكا ولكن تعرضت لضرر كبير خسائر فادحة خسرت تلت بابات القوات الأوكرانية في جبهة كورديويفكا إضافة لذلك استطاعت القوات الروسية تقدم والسيطرة على هذه المساحة باللون البنفسجي أيضاً وأيضاً قامت القوات الأوكرانية بهجوم كبير باتجاه أندريويفكا استطاعت بعد الوحدات أن تخرج ما بعد السكة الحديدية هنا وخرقت باتجاه موقع القوات الروسية فعدلت خريطة السيطرة تراجعت سيطرة القوات الروسية لأنهم لم يثبتوا بعد مواقعهم في هذه النقطة ولكن لم أضعها تحت السيطرة الأوكرانية لأنهم لم يثبتوا نقاط لهم داخل المكان الذي تواغلوا فيه أيضاً وأيضاً باتجاه بيرخيفكا تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التصدي لهجمات القوات الروسية بهذا الاتجاه معارك عنيفة مقابل بيرخيفكا وياهيدني حيث تقوم القوات الروسية بهجمات عديدة إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم جديد إضافة لذلك وردة معلومة لم يتم التأكد منها عن حجن القوات الروسية هجمات انطلاقاً من بخمط المدينة نفسها باتجاه إيفانيفسكي ولكن معلومات طبقة غير مؤكدة صباحاً قلت لكم وحدثتكم وأخبرتكم عن هجمات القوات المسلحة الروسية تمكنت من خلالها السيطرة على جزء من أنفاسيوكيفكا تحاول القوات الروسية استهداف المزيد من المواقع الأوكرانية للتقدم باتجاه ما تبقى من البلدة ولكن المعارك عنيفة ضربات كثيفة من قبل القوات الروسية باستخدام الدرونات وباستخدام المتفعية وسلاح الجو إلا أن القوات الأوكرانية صامدة حتى اللحظة في هذه المساحة التي تسيطر عليها من فاسيوكيفكا أيضاً أحبائي وردت بعض المعلومات عن اشتباكات عنيفة جداً بين القوات الروسية والأوكرانية باتجاه ماكيفكا تحاول القوات الروسية تضغط باتجاه ماكيفكا من عدة محاور إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم الأمر الإضافي الآخر الذي كان يحصل طوال هذا اليوم هو استخدام القوات الأوكرانية لتعزيزات كبيرة من عدة مناطق إلى منطقة كوبيانس ليتم إعادة ملء بعض المجموعات التابعة للألوية المنتشرة على الخطوط الأمامية نتيجة الخسار التي تتعرضوا لها في الفترة السابقة وبالتالي سنشوف بالفترة القادمة هجمات جديدة للقوات الأوكرانية مع استخدام مزيد من المقاتلين وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية لشن هجمات باتجاه موقع القوات الروسية على كامل الجبعة هنا كما تشاهدون فلننتظر ما الذي سيحصل أحبي لا تنسوا الاشتراك بالقناة أدعو أصدقائكم من القناة شاركوا الفيديوهات دوما وتابعوني في كل فيديو صباحا ومساءا هكذا جرت العادة أنشر 2 فيديو كل يوم أضافة لذلك بالمعارك في سابوروجي المعارك مستمر للضغط عنيف من قوات الأوكرانية ماذا لم يستمر هذا الضغط باتجاه كوباني وباتجاه شمالي فيربوفي وباتجاه فيربوفي نفسها ولكن لا نتيجة حتى اللحظة ضغط المعارك ضغط الدفاع الروسي أو الضغط على الدفاع الروسي في هذه المنطقة لا ينفع مازال هذا الدفاع الروسي صامد منذ 3 و 4 يونيو حتى يومنا هذا أما في خير صنف الوضع يصعب على القوات الروسية يوما بعد يوم القوات الأوكرانية حققت عدة مكاسب لها وأنشأت موطق قدم في منطقة كرينكي في منطقة داتشي سابقا وشرقي داتشي في المنطقة هنا إضافة لذلك كان هناك حديث ونعم أكدنا هذه المعلومات صباحا حول خرق القوات الأوكرانية هنا باتجاه مقابل بيتستيبني إذن القوات الأوكرانية لديها عدة منافذ للهجوم باتجاه مواقع القوات الروسية كرينكي وباتجاه كوزداتشي بالمنطقة هنا وباتجاه بيتستيبني وأيضا باتجاه بيشانيفكا وبويما وأيضا مقابل أوليشكي وأيضا هنا مقابل هولابريستان إذن على كامل هذا الخط تضغط القوات الأوكرانية بشكل كثيف ولكن نحن بانتظار الأسلحة الجديدة التي وضعها الروس في الخدمة هذا الهجوم البري لا يمكن أن يتم دون أن يكون مدعوما بمدفعية وبغير المدفعية وأنظمة صاروخية هل ستقوم الطائرات الروسية بالتحليق بسهولة يعني مثل ما شفته المسيرات لدخلتها القوات الروسية بشكل جديد ممكن تستهدف أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني وبالتالي تسهل عمل الطيران الروسي لاستهداف المدفعية التي تحمي هذه القوات البرية والمنتشرة على الضفة الأخرى وبالتالي الطيران قادر يفوت يستهدف ويضرب أهداف بشكل أكتر وبالتالي الكوات البرية رح تدخل من دون غطاء جوي وبدون دعم مدفعي فلذلك نتحدث دوما عن أهمية الأسلحة وأهمية إدخالها إلى المعركة وكيفية استخدامها ومتى استخدامها وأين يتم استخدامها في الوقت المناسب إذا كان سلح فعال وليما يتم استخدامها بالطريقة المناسبة المعركة ليست معركة فقط أحبائي جنود ومركبات وعتاد إنما أيضا معركة أقول وهذا الذي يحصل منذ بداية الحرب الطرفان يتكيفان مع بعضهما يتكيفان مع خطط بعضهما لذلك تشتد المعارك تزداد حدة المعارك وتصعب أكتر وأكتر فلذلك لا تجدونك كل يوم أن هناك تقدم لأي من الطرف إنما كل فترة هناك بعد محاولات التقدم هذا كان كل شيء أحبائي بتمنى لكم تتابعوا القناة تدعوا أصدقائكم للانضمام إلى القناة ولا تنسوا متابعتي على قناة التليجرام أنشر عليها أخبار منطقتنا شكرا لكم لوقتكم لمحبتكم لثقاتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر وداعا اشتركوا في القناة